اهلا بكم جربتي قبل كده تعملي كيكة الطايجر والرسمة طلعت معاكي سيحة ومش محددة طيب جربتي تعمليها وحسيتي ان جزء الشوكولاتة هو اللي طاغي جوة الكيكة كأنها كيكة شوكولاتة بس مش كيكة شوكولاتة وفانيليا مع بعض تعالي معايا هقولك على اهم السببين بس مع انتهمش قبل كده عند حد هما اللي بسببوا انها تكتين دول تابع معايا الفيديو للاخر علشان تعملي احلى كيكة طايجر وبطعم كمان حكاية وطراوة وهشاشة ورسمة مظبوطة مفيش بعد كده انا قميمة علي ودي قناتي انزلي نوريني بالاشتراك وفعلي الجرس علشان يوصلت منا كل جديد اول حاجة نحضرها هو خليط المواد الجافع عندي 375 جرام من الدي الفاخر او متعدد الاستخدامات او دي الكيك هضيف عليه 3 معلق صغيرين من بيكنج باودر او كيس او 16 جرام وحضيف عليهم كمان رشة ملح وهقلب الخليط ده كله وحركينه على جنب وقبل ما نشتغل في الكيكة بتاعتنا بنجهز القالب وبنشغل الفرن بنشغل الفرن على حرارة متوسطة 180 وبنجهز القالب بتاعنا القالب اللي انا استخدمته قالب انجليش كيك مقاسه 30 في 10 حبطنه بشوية من الزبدة وكمان هرش عليه شوية من الدقيق ممكن تستخدمي قالب انجليش كيك زي اللي انا استخدمته او حتى ممكن تستخدمي صانية متوسطة مدورة مقاس 24 اول حاجة هنخل الدقيق بتاعي او هنخل مواد الجافع اللي هي البيكنج باودر والدقيق مع الملح كلهم مع بعض هنخلهم مرتين انا هنا قدام الكاميرا نخلتهم مرة واحدة بس وهنخلهم كمان مرة تانية ورا الكاميرا علشان ما طولش عليكم الفيديو وقال الدقيق بتاعي نخلته مرتين وبقى جهز عندي ولو انت عايزة رسمة مزبوطة محددة ومش صحيحة على بعض فالسر في الموضوع دوت هو استخدام كمية الدهون كلها في الكيكة دي تكون عبارة عن زبدة ولكن انا يعني كيكات الزبدة بالنسبة لي بتبقى دينس وتقيلة شبه الانجليش كيك كده لكن انا عايزة الكيكة بتاعتي تبقى هشة فاخترت ان انا اخد يعني اعمل ميكس ما بين الزبدة والزيت ميكس زبدة والزيت الزيت حديني هشاشة وطراوة للكيكة والزبدة حتديني رسمة محددة ومزبوطة وكمان حتديني طعم غني للكيكة دي فانا هستخدم ميت جرام زبدة وهستخدم ميت جرام زيت درة او اي زيت نباتي عندك في بورة الميكسر هنزل بي الزبدة بتاعتي ونرأي يا جماعة الزبدة تكون بحرارة المطبخ ما تكونش خارجة من التلاج هنزل عليها بي 300 جرام من السكر السكر يكون ابيض حبيبات بس بشرط يكون ناعم او لو ما كانش ناعم انا طحنته اللي عندي ما كانش ناعم فطحنته يعني اما تستخدم سكر بودرة اما سكر ابيض ناعم حبيبات ودول تلتميت جرام من السكر عايرتهم قبل الطحن كانوا كوباية وتلت من السكر الخشن حبدأ اشغل المضرب على السرعة البطيئة لحد لما الزبدة تختلط مع السكر عشان ما يطلش السكر ما يطلش ويبهدل الدنيا وبعد كده حبدأ ايه اعلي السرعة واضرب لحد لما الخليط يفتح لونه اراعي كل شوية انزل جوانب البولة علشان اضمن خلطه متجانس للزبدة والسكر من النص ومن الجوانب وانا عملت الحركة دي اكتر من مرة يا جماعة ده ضروري ومهم جدا اول ما الخليط لونه يفتح والزبدة تختلط مع السكر هنزل بيه اربع بضعة بحرارة الغرفة هنزل بيهم بيضة بيضة البيضة الاولى تخلص تختفي وبعد كده انزل بالتانية وهكذا هبدأ اضرب البيض والسكر والزبدة مع بعض لحد لما احصل على خليط كريمي بعد كده هبدأ اضيف الزيت سرسوب رفاية زي ما انتم شايفين كده ونلاحز آآ بعد ما بنضيف الزيت الخليط بيتقل وبيبقى كريمي اكتر بعد ما الزيت اختلط تماما مع بقية المكونات هبدأ اضيف اللبن وحضيف الدقيق بالتبادل دول كوباية الا ربع من اللبن او 200 ملي هضيف شوية من اللبن وبعد كده او الحليب يعني وبعد كده هضيف عليهم شوية من الدقيق واخيرا بضيف الفانيليا في الاخر علشان راحتها ما تروحش معايا من كتر الضرب وقادي الجزء التاني من اللبن وعليه الجزء التاني من الدقيق ونراعي يا جماعة بعد اضافة الدقيق لو احنا بنعمل اي كيكة بعد ما بنضيف الدقيق ما بنشغلش السرعة العالية بنقلب يضوب آآ بسيط لحد الدقيق بس يختفي وبعد كده بنبطل تقليب او بنوقف المكسر بتاعنا ونراعي برضو نجيب جوانب البولة كل شوية وقادي الخليط بتاعي بقى جاهز الخليط بتاعي هاخد منه حوالي تلتميت جرام او تلت الكمية بس منه علشان هحط عليها خمساشر جرام من الكاكاو. ده كاكاو اسباني خام. هبتدي بقى يعني آآ اخلط بتاعي دوت ولو لقيته تقيل كده هضيف له معلقتين من الحليب علشان يفكر الخليط بس شوية ويبقى ايه قوامه زي خليط الفانيليا بالزبط. هبدأ بقى آآ اصب الكيكا بتاعتي في القالب. بصب الاول جزء من الفانيليا وبهز الصينية بتاعتي كده بحيس اوزع الكيكا في القالب كله. وبعد كده ببدأ اضيف جزء من الشوكولاتة. لو تلاحظوا كمية الشوكولاتة اقل من كمية الفانيليا. وده السر التاني اللي بيخلي الكيكا دي آآ يعني الشوكولاتة كده ما تبقاش طاغية فيها. يعني كل الفيديوهات اللي انا شفتها قبل كده الكيكاة التايجر كله بيقسم الكمية نصين ما بين الشوكولاتة وما بين الفانيليا. ده طبعا غلط. ده ده بيخلي الفانيليا اللي الشوكولاتة تضغط قوي ويتبقى طاغية وبينة في الكيكا آآ عن كمية الفانيليا. بعد كده بجيب بقى يعني شفاط او اي او عدشش طوق او اي حاجة. بابدأ اعمل اعمل الحركة دي آآ زي ما انتم شايفين كده بقى رايحة جاية في الكيكا علشان تديني الرسمة اللي انتم شفتوها معايا في اول الفيديو. بدخل الكيكا بتاعتي على حرارة مية وتمانين بتاخد في الفرن حوالي آآ ستين دقيقة يا جماعة. بعد مرور خمسين دقيقة بهدي الفرن على مية وسبعين وبديها عشر دقايق كمان. بتبقى عندي بالمنظر ده بسيبها شوية في القلب ترتاح حوالي خمس دقايق وبعد كده بقلبها على طول على شبكة. احلى كيكة تايجر واحلى وصفة ان شاء الله ممكن تجربوها. رسمة مزبوطة والكيكة طرية وهشة جدا وفي نفس الوقت طعمها جميل جدا جدا. طبعا يعني مش عايزة انابه واقول ان نوع الزبدة اللي بنستخدمه آآ طعمه هو اللي بيبان في الكيكة. فيا ريت نستخدم نوع زبدة كويس آآ يكون زبدة طبيعية علشان تدينا طعم حلو للكيكة بتاعتنا. ودي الكيكة بتاعتي بعد ما قطعتها في منتهى الجمال ومنتهى الطرى ومنتهى الشياكة. رسمة فيها مزبوطة وجميلة جدا لو حابين آآ تضيفوا عليها اي صوس منفوق او تقدموا معاها صوس شوكولاتة. حسب لوكو انا عاملة صوس على القناة هنا. آآ حاسب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. وقادي الكيكة بتاعتي شايفين طرية ازاي وجميلة? اتمنى تجربوا الوصفة بتاعتي وتبعتولي آآ رأيكم في الكومنتات من تنسونيش بقى في اللايك والشير كومنتاتكم بتفرحني وانا ان شاء الله من هنا ورايح في كل فيديو. هاخد كومنت من حباب الغالين وحنزله اخر الفيديو. ودي متابعتي الجميلة آآ مدام آآ سهة. آآ بشكورها جدا طبعا على كلامها الحلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسيقى